صباح الخير متابعين أسعد الله وقاتلكم بكل الخير في هذا الصباح القارس البرودة نستعد معكم الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئت الله تعالى نهار هذا اليوم والأحوال الجوية توقع هذه ليلة تقس يبقى نهار هذا اليوم قارس البرودة في أغلب ومختلف مناطق المملكة مع استمارات تشكل الجليد والإنجيمات في أجزاء واسعة ومن أجزاء طرق واسعة من المملكة وطرق مختلفة وعديدة إذن ندعوكم إلى الانتباه وأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الأقدام أو بالمركبات خلال الساعات القليلة القادمة بالرغم من مرورنا في ساعات النهار ودخولنا في ساعات الظاهرة لأن بعض مناطقنا تبقى تحت تأثير هذا الإنجيمات والجليد إذن تقس يبقى قارس البرودة ولكن هناك بعض التغييرات في الحالة الجوية بعيد ساعات من بعد الظهر حيث تكون الفرصة مهيئة لإحتمالية بعض الزخات الثلجية سيما في ساعات من بعد الظهر والعصر من نهار هذا اليوم غالبا هذه الزخات لن تكون مؤثرة درجة الحارة تبقى العظمى اليوم في العصم عمان فقط درجتين مئوتين كحدا أقصى تقس شديد البرودة قارس البرودة مع جليد والجيمات في مناطق واسعة من المملكة كما أننا نشعر بدل درجة الحارة حوالي ثلاث درجات مئوية تحت الصفر في ساعات الليلة القادمة تتدنى مرة أخرى درجات الحارة إلى حول ومدون الصفر المئوي تنخفض بشكل كبير وقياسي في المناطق الصحراوية والمفتوحة وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات الثلجية خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة دعونا نستعدد سويدا درجات الحارة والأحوال الجوية متوقعة نهار هذا اليوم التي سنبدأها في المناطق الشمالية نبدأ من إربد حيث تكون درجة الحارة العظمى 6 درجات مئوية تنخفض درجتين مئوية تحت الصفر في عجلون 4 درجات إلى درجتين مئوية تحت الصفر ولكن مع التنبيه بأن جبال عجلون العالي تكون معرضة لزخات الثلجية في جرش 5 درجات والمفرق 6 درجات مئوية بما شتلت على خلال ساعات نهار هذا اليوم في العاصم عمان درجتين مئويتين في البلقاء 4 درجات في مادباء 4 درجات في البحر المينة 12 درجة وفي الزرقاء 6 درجات مئوية مع الانتباه أن معظم درجات الحارة مع ساعات الليلة تكون دون الصفر المئوي في معظم مناطق المملكة في المناطق الجنوبية من المملكة نبدأ في الطفيلة 4 درجات اليوم في الكارك درجتين مئويتين في معان 5 درجات مئوية نهارا وفي جبال الشراء والشبك درجتين مئويتين لكن التأكيد بأن درجات الحارة في ساعات الليلة تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي الأمر الآخر هناك فرصة لتساقط الثروج على فترات فوق عموم جبال الشراف العقبة اليوم العظمى 17 درجة موية تقريبا هي بمنأة عن تأثير الكتلة الهوائية القطبية وفي ساعات الليل تنخفض إلى 7 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى انتقالا من المناطق الشرقية والتي تتأثر بشكل كبير في هذه الموجة 6 درجات موية تحت الصفر في أرويشد مع فرصة تساقط الثلوج هذه الليلة في منطقة أرويشد في الصفاوي 7 درجات نهارا لكنها 6 درجات موية تحت الصفر ليلا وفي الأزرق كذلك الحال 8 درجات موية نهارا لكنها في ساعة ليل 6 درجات موية تحت الصفر ما التأكيد أن هناك فرصة لتساقط الثلوج في ساعات هذه الليلة قبل الختام هناك توصيات هامة نود منكم أخذها بعين الاعتبار الأمر الأول هو الانتباه ثماء المسير على المركبات أو بالمركبات أو مشين على الأقدام بسبب الانجماد والجليد الأمر الآخر هو الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والأمر الأخير هو حماية المزروعات أو المواشي أو حتى مركباتكم من خلال مانع التجمد خلال ساعات هذه الليلة وعدم الخروج في المناطق المفتوحة والصحراوية إلى للضرورة هذا كان كل من لدينا حتى الساعة لهذا اليوم نلقاكم في نشرات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة